موسيقى أسعد اللوقاتكم وعزائي المشاهدين درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية من المتوقع أنها ترتفع تدريجيا أيضا خلال الأيام القادمة فصل الصيف بعد ما بده أول أيام سيكون بـ 21 ستة لا نزال في نهاية فصل الربيع تعرف على أجواءنا أكثر حاليا أجواءنا مش بساوى الرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام راح تكون من 10 لي 30 كيلومتر في الساعة حاليا هي 24 كيلومتر في الساعة ودرجة الحرارة 42 درجة مئوية الأجواء الحارة بدأت تكون ملحوظة خاصة خلال فترة الظاهرة ورح تستمر حول هذه المعدلات الرطوبة النسبية 10% جفاف ملحوظ خلال هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأيضا استمرار الهواء الشمال الغربي تحت تأثير مرتفع جوي الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلومتر صور القمار الصناعية تبين أن السحب قليلة وضعيفة جدا على الكويت كان هناك بعض السحب الخفيفة العالية في ساعات الصباح الأولى اليوم لكن متوقع أن تكون أجواءنا صافية بوجه عام اليوم وباشر لكن بعد ذلك عبور بسيط للسحب كل ما للسحب قاعد تتراجع على المنطقة خاصة الكويت أثير مرتفع الجوي ملحوظ لا يزال على الكويت هناك فرص لأمطار لكن ليس عن الكويت على غرب المملكة العربية السعودية وأيضا على بعض الأجزاء الجنوبية نقدر نقول من قطر وأيضا الإمارات وأجزاء من عمان وسواحل اليمن لكن أجواءنا ستكون مشمسة في أغلب الوقت في الكويت ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه بعض الشيء تبدو من باشر في فرصة لعودة الهوريكوس والرطوبة بساء اليوم بذن الله الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومتر في ساعة بحر سيكون من 1 إلى 2 قدم ودرجات الحرارة متقاربة في أغلب المناطق حول الثلاثين درجة مئوية الأجواء الحارة بدت تكون ملحوظة أيضا خلال المساء لكن خلال ساعات الصباح الأولى الجو شوي يبرد قليلا يكون 29 إلى 28 درجة مئوية في مدينة الكويت أيضا الرياح ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه شمال الكويت 28 درجة مئوية 27 في غربها جنوبا 27 درجة مئوية والجزر تتراوح ما بين 28 إلى 27 درجة مئوية أجواء مشمسة في أغلب الوقت باتشر الجو صح ورح يستمر ويانا حتى منتصف نهار يوم الغد الرياح الشمالية رح تكون ملحوظة أكثر رح تكون من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة دائما خلال فترة النهار تخفى شوي سرعتها خلال مساء وتكون 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة أجواء مستقرة بوجه نعام أجواء اليوم رح تكون أيضا شبيهة بأجواء يوم الغد ودرجات الحرارة ملحوظة فوق 40 درجة مئوية في أغلب المناطق 40 إلى 41 درجة مئوية في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي وشمال الكويت 41 درجة مئوية غرب الكويت في السامي توقع أن تصل الـ 40 والـ 41 درجة مئوية جنوبا في الوفرة أيضا نجواء رح تكون حارة توقع أنها تصل 40 و42 درجة مئوية السواحل رح تكون أقل شوي وفرص الرطوبة رح تكون ملحوظة لأن أثناء تقلب اتجاه الرياح رح تكون تقريبا فرص الرطوبة موجودة وملحوظة وهذا رح يساهم في تراجع درجات الحرارة خلال فترة النهار 35 إلى 38 درجة مئوية متوقعة على السواحل حتى مساء يوم الغد درجات الحرارة رح تكون حول 33 درجة مئوية أكثر من الليلة بشوي تقريبا مقدار درجتين وأجواء نصافية بوجه عام رح تكون شمالية غلبية إلى متقلبة الاتجاه ومن ثم يقلب الهواء تدريجيا إلى الكوس وتكون الرطوبة فرصها ملحوظة أكثر خاصة على المناطق الساحلية وأجواء صافية والبحر باشر رح يكون خفيف إلى معتدل الموج خلال فترة المساء رح يكون خفيف أكثر بعد يكون من 1 إلى 2 قدم باشر بذن الله الفترة من فترات الحمل المد الأول ساعة 21 و22 دقيقة صباحا والمد الثاني ساعة 12 و22 دقيقة الظهر والجزر الأول ساعة 53 دقيقة صباحا والجزر الثاني ساعة 47 دقيقة والبحر باشر رح يكون من 2 إلى 4 قدم في أول النهار لكن بعد ذلك رح يكون أخف شوي الموج يكون من 1 إلى 2 قدم لكن دائما ننصحكم بمتابعة النشرات الجوية وخاصة سرعة الرياح لارتباطها في ارتفاع الأمواج المواقيت بذن الله إذن الفير الساعة 23 دقيقة والشروق الساعة 4 و 58 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 31 دقيقة ومع غروب شمس اليوم بذن الله رح يكون عدد ساعات النهار 13 ساعة و 30 دقيقة وباشر رح يكون 13 ساعة و 32 دقيقة النهار كل ما لقع يطول وعدد ساعات التسخين قاعد تطول وأيضا هذا رح يساهم في ارتفاع درجات الحرارة والإحساس بالحرارة أكثر خلال الأيام القادمة دقص المتوقع بدنا الله خلال الأيام القادمة أجواء نصافية بوجه عام باشر رح يكون رياح شمالية غربية تقلب تدريجية متقلبة الاتجاه ومن ثم كوس خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة 41 درجة مئوية العظمى والصغرى 25 ومن 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح رح تستمر حتى يوم السبت لكنها رح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه في يوم سبت عبور لبعض السحب الخفيفة المتفرقة على بعض المناطق سحب غير مضيرة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح بحر رح يكون خفيف إلى معتدل 42 أظمى والصغرى 25 درجة مئوية درجات الحرارة حول الـ 40 درجة مئوية حتى يوم الأحد لكن أجواء رح تكون صافية ومشمسة في معظم الوقت السحب رح تتراجع تدريجيا في يوم الأحد شمال غربي صريح رح يكون ملحوظ أكثر اتجاه واحد الرياح فقط 32 كيلومتر في الساعة كحد أقصى سرعة الرياح 42 أظمى والصغرى 24 درجة مئوية شمال غربي رح يستمر ويانا إلى يوم الأثنين من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة ارتفاع بسيط في درجة الحرارة 43 درجة مئوية و25 صغرى لاحظ ارتفاع تدريجي درجة واحدة فرق بين الأحد والأثنين وتستمر حول هذه المعدلات من 42 إلى 43 درجة مئوية لعدة أيام يوم الثلاثة رح تكون الرياح متقلبة الاتجاه بوجه نعم جنوبي غربي إلى جنوبي شرقي هذا الأمر رح يساهم في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة مع الرياح الجنوبية الغربية اللي تكون جافة بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة وتساهم فيه الإحساس بالحرارة 42 أظمى والصغرى 25 درجة مئوية والرياح رح تكون خفيفة لما تدري من 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة أجواء الحارة مستمرة وفصل الصيف على الأبواب نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة في الكويت ودول العواصب العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة